بالمناسبة زيدان كان بيحلل في احدى القنوات مباراة في الدور الامارات يعني هو رايح لعيب دلوقتي بقى محلل يعني بيحلل دور الالماني عفوا لانه كان لعيب في الدور الالماني هو رايح الامارات لعيب مش رايح محلل الحقيقة وبدأ يغازل النادر اهلي بقول ان انا برسعيدي بس انا بحب النادر اهلي بدأ مغازل النادر اهلي وانا بقول له زيدان مش هتلعب في النادر اهلي عشان قصة يعني ايه ما تتعبش قلبك فيها يعني خلاص قصة بالنسبة لو يعني ممكن بقى حاجة كده صغنونة خفيفة ما فيش مشكلة وهو ما زال عنده وكيل لعبين شاطر وأتمنى أنه سيدان يعود لأوروبا تاني أتمنى أنه يعود لألمانيا تاني يعود للدنمارك تاني يعود للسويد تاني بس يلعب في أحد الدولات الأوروبية لأنه موهبته تستاهل لكنه واضح أنه بيضعف موهبته بشكل غير عادي أنا هستنى رسالكو على 919-1234 مع إبراهيم